اهلا بيكو على وصفات ومنوعات مع فاتن عاملين ايه؟ يلا بينا بقى نعمل احلى بورجر فراخ سهل وسريع وطعمه حلو قوي لازم لازم تجربوه ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد ودخلين على المدارس ومحتاجين بقى اكلات سهلة وسريعة نشتغل بيها على طول من الفريزر والولاد بيبقوا جايين جاعنين من المدرسة محتاجين حاجة سريعة علشان نقعد معاهم نعمل الواجبات يبقى مفيش احلى ولا اسرع من البورجر الفراخ جربوه هيعجبكم اوي اول حاجة جبت بقى نص كيلو من صدور الفراخ عليهم ربع كيلو من وراك الفراخ المخلية وفرانطوم كويس جدا مع بعض لما بقت عندي عجينة زي ما انتم شايفين كده نعمة جدا ممكن نستخدم الصدور بس اول وراك بس حسب الرغبة واللي متوفر عندكم هضف لها بقى دلوقتي التوابل بتاعتي حلوة اوي اهم حاجة ناخد بالنا من التركات بتاعت التوابل ملح وفلفل اسود وسبع بهارات وبابركة طم بودرة وبصل بودرة هضف لهم بقى دلوقتي بصلايا مبشورة ناعم وعصرة منها الميا كويس جدا وفلفلية حامرة الفلفلية دي رومي لو انتم عاوزين ويبقى سبايسي شوية ممكن نحط بقى الفلفل الحار اللي هو الشطة الاحمر بس بلاش علشان ما يبقاش حامي اوي على الولاد انا هنا استكفيت برشة شطة بسيطة اوي برضو اداتني الطعم اللي انا عوزاه وكمان عصرة الفلفلية دي كويس جدا من المياه حطيت لها بقى دلوقتي ثلاث معالق كبار من البقسمات الناعم علشان يمسكلي عجينة البورجر ويبقى حلوة اوي وكمان هضف لها خلطة البورجر دي حلوة اوي هضف لها بقى التوابل دي كلها مع بعض نخلي بالنا من الملح عشان التدبيلة دي بتاعة البرجر بيبقى فيها ملح علشان ما يطلعش حادق عشان انا عملت كده مرة وتلع مني حادق شوية فنخلي بالنا ان خلطة البرجر دي بيبقى فيها برضو ملح وكل حاجة عشان كده نقلل الملح والفلفل الاسويت شوية عشان يطلع معانا مظبوط وهقلبه بقى كويس من فوق لتحت كده حلو قوي بجد لازم تجربوه مش عايز اقولكو بقى رحته عاملة ازاي بجد تحفة لازم لازم تجربوه وكمان سريع بينجز معانا لو الولاد جعانين ولا حاجة بيبقى سريع كده وفي منتهى الجمال حطته بقى شوية في التلاجة وخرجته دلوقتي بقى بشكل البورجر بتاعي جبت بقى غطى برطمان وكيس تلاجة علشان يطلعلي الفورمة بالضبط شكلها زي بعض ممكن كمان اللي عندهم مكبس بورجر يستخدموه بس انا هنا ما عنديش استخدمت بقى غطى البرطمان وكيس التلاجة عشان ما يلزقش معايا بجد حلو قوي وسهل وسريع لازم تجربوه وطريقة كمان غطى البرطمان حلو قوي علشان بيطلعلي كل الشكل واحد زي ما انتوا شايفين كده وكمان بيخليلي المقاسات كلها واحدة خلوا بالكم لازم تحطوه شوية في التلاجة علشان تقدروا تشكلوه كده بكل سهولة وبجد حلو قوي لازم تجربوه ممكن بقى تعملوا كميات كبيرة منه ويتحطوه بقى في طباق كده في الفريزر ويتطلعوه على قد الاستخدام بيبقى سهل وسريع ما بياخدش وقت وانجاز بقى بصو عامل ازاي بجد شكله طحفة ورحتو كمان حلو قوي لازم لازم تجربوه ما تنسوش بقى تقولولي بقى رأيكم في التعليقات وتعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم كده بقى خلصت كل الكمية ممكن بقى اسيبو كمان يريح شوية في التلاجة وبعد كده اه اشتغل بيه على طول او احطو بقى في الفريزر في طباق بس هنخلي بالنا ما بين طبقة وطبقة لازم نحط كيس طلاجة عشان ما يلزقوش في بعض جبت بقى الجريل بتاعتي او الطاصة طاصة ما بتلزقش ودهنتها زيت على النار وحطيت بقى البورجر بتاعي كده ما بياخدش وقت خالص من هنا اه تلات دقايق والناحية التانية تلات دقايق وبياخد الوش الدهبي الحلو ده بجد تحفة لازم لازم تجربوه وتقولولي رأيكم بقى في الكومنتات وتعملو لايك وشيرلي الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد بجد تحفة ونتيج تهيلة الولاد حبوه قوي احلى كمان من بورجر اللحمة بحب بقى اعملو بقى في البيت وحطو بقى في الفريزر اطلعو في اي وقت يبقى ايه حاجة جاهزة ويسهل وسريعة وتنجز معاك الوقت لازم بقى تجربوه وتقولولي رأيكم في التعليقات وما تنسوش لايك وشيرلي الفيديو دلوقتي بقى هخلص كل الكمية بتاعتي وهكون بقى مجاهزة اه العيش الكايزر بتاعي وممكن اعيش بلدي حسب الرغبة زي ما انتوا عاوزيني بصوا بقى اللونه عامل ازاي بجد تحفة لازم بقى تجربوه سيتكو بقى من البورجر بتاع الشوارع بجد يعني حاجة مختلفة ونزيفة في البيت وطعمها حلوة قوي بجد فيتكو كتير لو مجربتوش كده بقى انا خلصت هجيب بقى العيش الكايزر بتاعي وآآ فتحته كده هتدي له بقى آآ تحميصة كده بسيطة ياخد كده آآ لون حلو ويسخن كده ويفتح النفس بقى مفيش ثلاث دقايق ويه هطلعو بقى وهعمل احلى سندوت شات لازم بقى تجربوه ممكن تحطوا شراح طماطم او كاتشاب يعني اللي متوفر في البيت هيعجبكم قوي ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد واستنوني في فيديو جديد على قناتي وصفاتهم نوعات مع فاتن وبي باي موسيقى